دي كارسة بكل المقاييس عرفتها من اللجنة اللي هرجع لكم تاني لبعض الاخبار لكن دي كارسة 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 في لجنة شكلها مع الوزير الشباب الرياضة المحترم الدكتور اشرف صفري لبحث حكاية الكقوس الضقيعة اكتشفوا ايه واحد اخطر ما اكتشفوه حتى الان ان السيف الدهب فيه اتنين سيوف دهب ضاعوا واقل ان هما سيوف دهب مرصعين والجرد بتاع التحاده الكرة ما فيوش اي حاج قبل 2013 قال لك كل شيء راح وتحرك طب بعد 2013 حاجات اللي مش موجودة في الجرد طب الكقوس قال لك فيه كاس كانت سرق وقتها وفيه كاس مش لقينه في الجرد والجرد من 2013 لحد النهاردة عمره ما اثبت وجود كقوس بل ان الاستاذ علي لاحظوا قال لك اسمه بالكامل اللي بيه علي كامل اللي هو مدير المخازن قال لك انا مدارة 30 سنة لشفت كقوس ولا المخازن دخلها كقوس ده خبايا في لجنة الحالي اللي قد لم يعلن لما تم الاعلان عن نتيجة التحاد فيه لكن اخطر حاجة قلبة الموازين هو ان فيك سيف دهب حصل عليه كابتن محمود الخطيب اهداء وهو في المنتخب وكاس دهب ايضا سيف دهب ايضا حصل عليه ايضا منتخب مصر من سلطنة عمان قلبوا اتحادوا الكرة ملاقوش السيوف الدهب دي يعني الكقوس خمس كقوس 86 98 96 2008 2010 بتاع 98 ده مش لقيينه وفي واحد من التلاتة دول مش مترخين ستة وتمانية وعشرة مش موجود مش موجود خالص لكن الاخطر من كده ان ما فيش اثبات في الجرد من 2013 للسنة دي اي كأس من الكقوس والاستاذ علي كامل اللي هو مدير المخازن قالك عمر لنا ما ثبتنا كقوس لكن الاخطر والادها هم السفين الدهب واحد كان مهدأ الخطيب من الكويت ومرسع بيقولوا بالميز الكلام ده كلام شافه ويقالوا الموظفين لللجنة المشكلة من وزير الشاب والرياضة خلي بالك ان معالي وزير الشاب والرياضة امس الاحد اعلن ان يعني بعت لجنة والنتيجة اخر النهار عدى جي اخر النهار بنسأله معالي الوزير فين النتيجة قال لسه والله الكنترول ما مطلقتش من الكنترول النهار ده كلمتو يا سادة الوزير انت قلتنا كذا 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 بخصوص كذا كذا قالوا والله اللجنة لسه شغالة لان الموضوع هيكبر طب الموضوع في ايه ايه الحكاية ايه الرواية ما عارفش ايه الحكاية ايه الرواية لكن اللي انا عرفته ان فيه اتنين سفين دهب يقال ان هم مرصعين مش موجودين واصبح فيه كلام عن احالة موظفين للنياب لان قالك اي حاجة قبل 2013 قبل الحارب ولك كان في الحارب رغم ان الادارة المالية ومكتب مجلس الادارة لم يتعرض لهم الحارب نهائيا طب بعد 2013 كابتل حمادة للمصر قالك رجعنا كقوس والعميد ساروت سولم قالك رجعنا ومش عارف ايه كلام من ده ما فيش اي شيء مزبط في الجرد في اتحاد الكورة حتى اللي موجود مش مزبط في الجرد فالكلام دلوقتي عن تحويل بعض الموظفين والمسؤولين للنيابة عشان السفين الدهب دول السف بتاع الخطيب ده فين؟ ده الراجل خده من الكويت بدل ما يطلع بيه على البيت جابه للتحاد الكورة السف بتاع سلطانة عمان ده فين؟ اللي المنتخب تسلمه جابه برضو على فين؟ على التحاد الكورة فالسفين دول عاملين قلق كبير جد لانهم من الزهب الخالص مش حاجات بقى نمازج ولا حاجات كده يعني شكل وخلاص لا ده ده كانوا سفين دهب اصلي الناس بتتكلم في اللجنة على ان هم كانوا مرصعين بالدهب ما شفتش الحاجات ده انا عشان ادراحكم يعني فاللجنة الوزرية ما زالت بتجري التحقيقاتها وسؤالها للإدارة المالية والمخازن مفيش اي حاجة مسبتة في الجرد اللي بيتم سنويا في المخازن دي كارسة في حد ذاتها دي في حد ذاتها كارسة يعني مفيش حاجة موجودة خالص يعني حتى التلات كؤوس اللي موجودين اللي هو بتاع 86 وكاسين من 2006-2008-2010 ان في واحد ضايق وبتاع 88-70 فالفكرة يعني اللي راحت فين فكانوا زي ما يقول لك ايه مفقودات في الحريق طب ده بقى اللي تم عودتهم بعد الحريق عن طريق الكابتن حمد المصري والعميد ساروة تسويلم راحوا فين في واحد مفقود وفيه سفين دهب مفقودين راحوا فين وهل ده المفقودات دي تم إثباتها بعد الحريقة ما تمش إثباتها تم إثبات اللي عندك ما تمش إثبات طب نعمل إيه بس نعمل إيه نعمل إيه طيب ده الموضوع بتاع سرقة السف الدهب للكابتن محمود الخطيب من اتحاد الكورة اللي هو تسلمه هو كان مع منتخب مصر والسف التاني اللي هو من سلطانة عمان طيب عاوز أروح بيكم لبعض الأخبار الأخرى خد مني ده